رأينا في الضغط الذي فرأت Terminary Operator وكيف يعمل فنكتبه لكي نكتبهه هذه الـ Condition وهي Short and Concise إذا أقسلينا مع Conditions رأينا الف و L Statement ومن بعد رأينا Terminary Expression لنبدأ نشاهده للمعطود الذي ستعاونه بأن نضيفه Summer Petitions يعني نضيفهه وحد الكود الذي يتعاون الذي يسمى Loops ولكن قبل أن ندخله ومدى نكتبه في الكود نريد أن نعرفه ومعنسيب للكاللوب ما هوهما وما هو الـ Concept لللوب حسنا نرى هنا وحدة Description ولا وحدة الكود الذي يتعاوني هذا الكود يتعاون في P.S. Computing كيف يقولون الكود؟ The purpose of Loops is to repeat the same or similar code a number of times كيف يكون هنا نفو ديال الكود كيف يتعاوني الـ Description الـ Concept لللوب في أي لانجوز هي تعاوني شيئا عندي repeat وعندي number of times عندي جوج ديال الـ Words لكي قاعد يخصوا لي هذا الكود لكي الـ Purpose يعني الـ Goal ديال نخدمه باللوب هي نريبيته وحد الحاجة وحد العادة ديال المرات لكي نريبيت لكي الـ Words اللي مهمين أدنى واللي نحاولو نلخصوا من هادشي كامل هو repeat و number of times مزيان هذا هو الـ Concept General دياللوب اما نشوف واحد الكود وحدة آخر اللي اختيت من الكيبوكس Loops are control structure used to repeat a given section of code a certain number of times or until a particular condition is met مزيان هنا شوية تزاد واحد الألمان والذي سوف نعرفه نوعه لكي الـ Loops في هذا الكامل ونضيف واحدة description ونضيف واحدة traduction يعني لدينا واحد control structure يعني واحد structure لكي تكون تقول لنا الـ Business Logical code ديالن لكي واحدة structure والموصد كود إذا أريد أن نضيفه some repetition واحد لعدد ديال المرات ومشي غير عدد ديال المرات كان واحد الألمان المهم هنا condition is met لكي كان واحد الـ Party Condition اللي مهمة لكي سنحاول ناخده كخلاصة من هنا الخلاصة اللي كان هنا تاني هي عندنا repetition يعني كنعودوا واحد الكود واحد لعدد ديال المرات عندنا repetition هي اللولة هاي repeat عندنا number of times يعني واحد لعدد ديال المرات كنعودوا واحد الحاجة واحد number of times عدد ديال المرات تقدر تحدث صدق أي هنا واحد condition condition is met يعني إذا كانت condition اللوب صحيحة ستبقى اللوب كالدور لا تحدث condition صحيحة ولا تحدث ديال المرات إن فوق تقول لذلك condition غالطة اللوب تحبس إلى ذلك اللوب مثلا الـ Condition ما عمر هذا ومن ثلاث الـ Condition ديالما بقى صحيحة صحيحة ندخل في شيء ما نسمى وإنفينيط 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 نقلع لذلك Iteration تقريبا هو Technical Word الذي تستعمل في Javascript أو في البروغرماسيون سنقول كان إيطرا وسط لديه Iterations هي مثلا اللوب التي سنقوم بها ثلاثة ديال المرات سنقول Iterations Iteration 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 جيد خلاصة هنا على اللوب كل شيء الذي تريد التعاود وحد الأدد ديال المرات ولكن هنا وحد الCondition إذا كان الCondition صحيحة لذلك اللوب تبقى أخذ دعم إذا كان الCondition تقريبا غالطة اللوب تحبس و تخرج أوكي مزيان ما هو الذي سنقرأه هنا؟ كيف لا يوجد هنا الWords التي لدينا بPitch Number of Times و Condition هذا تقريبني خلاصة وما دخل رئيسي إلى اللوب ما هو اللوب التي سنقرأه بالنسبة لذي نحن في هذه الدروس اللوب 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 الذي تدخل في الكاتيجوري للWild Loops لذلك سنرى كيف تفنكسوني و سنرى أيضا Do While Loop لذي قريبا لذي الWild Loops سنقرأه و سنرى ما هو هذا الوضع Do While Loop تدخل في الكاتيجوري لذي الDo Loops جيدا و بالأخير سنرى الأكثر استعمالا التي هي For Loop والتي تدخل في الكاتيجوري لذي الFor Next Loops لذي سنرى الكاتيجوري و كيف تفنكسوني تدخل في الكاتيجوري و جلال